وفيه فضل الهجرة والجهاد الهجرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهي عمل صالح والواجب هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة من مكة إلى المدينة للمستطيع وأما غير هذا مما يمكن فيه إظهار الدين وإقامته فإن هذا الحديث مما استدل به على عدم وجوب الهجرة على كل أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع وترك الهجرة لأنها لم تكن واجبة عليه أو لأنها تزاحمت الواجبات في حقه حيث له والدان وهما محتاجان إليه فجعلت حق والده مقدما على الهجرة التي لا يتعسر فيه أن يقيم الدين أي يستطيع إقامته من دينه ترجمة نانسي قنقر